موسيقى مرحب فيك خيئة المشاهد وأختي المشاهدة إلى هالحلقة الجديدة من برنامج الإيمان اليومي مع تحياتي أنا أسيس إلي كرم وتحيات زوجتي كارلا كرم ونتمنى نكون أنه تمضوا معنا أوقات جميلة وسعيدة في بداية هذه الحلقة مظبوط وأنا كمانا برحب بكل اللي عم بيشاهدونا لأول مرة أو عم بيرجعوا يكرروا ويشاهدونا كمانا مرة تانية وثالثة نحن منشجعكم أنه تكتبو لنا موضوعنا عم تطلع العنوين على الشاشة فيك تفصل فينا على العنوين نعم موضوعنا مثل كل حلقة هو عن الإيمان اليومي أمين فلي بدي أحكيه أنه أنا أشجعكم أن تعيشوا بالإيمان أمين بشكل يومي بحياتكم في قصة صغيرة بحب أقولها كيف أوقات الشي اللي بوقف الإيمان يلي هو تصرف تصرفنا بتصرف الجسد أمين يحكى عن ولد صغير كان بمتجر مع أمه وهيدا الصبي كان كتير مبين مهضوم وطيوب إلى حين أنه دقر شغلي من المتجر وجربت أمه توقفه وتاخد هالشي وتقوله لأ يا ماما هلأ بدنا نحطها محلة هالشغل فعصب هذا الصبي وقعد ويبكي بكل قوته وجربت أمه توقفه ولكن ما في نتيجة فهيدا الشي مقبول من ابن سنتين ولكن مش مقبول من ابن أو من شخص عمره أربعين سنة أوقات نحنا كمانا بصير معنا منعصب كتير لما الأمور ما تمشي بحسب طريقتنا الخاصة وأوقات مثلا ما فينا نسكت على شغلي بدنا هي تلقمانت علي أنا بدأ تلقمان عليها هي حكيت علي أنا بدأ أحكي عليها فهيدا الأعمال الجسد العين بالعين والسن والسن نظبط يلي بتوقف أنه عمل الإيمان بحياتنا فما تخلي بركة الله تحجب 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 عنك عنك أو عنك بسبب أنه عايشك بالجسد أو عايشك بالجسد يا ريت نعيش بالإيمان بحسب رب ما بده إينا نعيش حتى هيك ما في شي يكون مانع لأنه الإيمان يعمل بحياتنا أمين بدأ لكي اليوم كمان بروح النبوة أنه وسع تخوم ذهنك لأنه الله بدي يعمل معك أشياء عظيمة بدي يعمل معك أشياء عظيمة أكثر ما بتتصوري وأكثر ما بتتخيلي بإلا بيقول بي سفر إشعياء الإصحاح 54 قال أوسع مكان خيمتك شو كمين؟ قال والتبسط شو كك مساكنك قال لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك شو أمما قال ويعمر مدنا خريبة لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين فأنك تنسين خزي صباقي وعار ترملك لا تذكرينه بعد الرب صانع أشياء جديدة أشياء رائعة المهم دلك متوقع أنه ترى شي جديد بالنسبة الله تقول لي لا شيء جديد تحت الشمس هذا هيك بنظر سليمان الحكيم ولكن بنظر الرب قال ها أنا صانع كل شيء جديد الناس بتقول لي لا شيء جديد تحت الشمس لا كل شيء جديد يوم جديد وأسبوع جديد وشهر جديد وسنة جديدة والله يجدد كمان مثل النسر شبابنا وبدو يجدد ذهننا وبدو يجدد كل طاقاتنا وبدو يزيدنا ألف مرة وأكثر بإسمي سوا خلينا نتوقع هيدا شيء أمين وكرمال هيك لا تحجو بالبركة لا تحجو بالبركة بعيشك بعدم إيمان ولكن بالعكس عيش بحسب الطبيعة الروحية اللي الله بيعطيك إياها وبدو يهبك إياها اللي تعيش بصبر تعيش بتوقع لأن الإيمان هو أنا أنا أتوقع منك يا رائعة كل يوم مفاجآت جديدة لحياتي بركات جديدة لحياتي نحن منفشل من الناس لأنه منتوقع مننا كتير إشياء قديش بتقليلي أكتر نيس أحسنت إليهم وهن اللي ضروني وشو صدموني لأن توقعاتنا أنه بدنا نحصد منها الناس اللي نحن زرعنا فيها ولكن لو نحن توقعنا من الرب لن نخجل أبدا لا يخزى أبدا ولا يخجل منتظره وطالبه ونظروا إليه واصطناره ووجوههم لم تخجل فيك توقع أكتر بكتير من الرب لأنه هو قادر أن يعمل ويريد أن يعمل أكتر بكثير مما نطلب أو نفتكر مصبوط والجسد شو بده؟ الجسد يطلب كسل اليوم مش طالع عبالي روح على الشغل الجسد يطلب انتقام هايدي حكيت علي وبيصير مبربر أكتر من دهر ورا دهر العالم الجسد في كتير تصرفات للجسد اللي بتحارب الإيمان بس الرب كتير صريح أنه لازم ننتبه نبعد أعمال الجسد ونعيش بحسب الروح قال هو بيقول بالكتاب المؤدس قال يلي أصر على الاستمرار بسلوك طريقه بهيدا الطريق يلي أنه بديعمل الخطيئة ويعمل الشار هيدا يقضي إلى فناء الأخضر واليابس على حد سواء سواء أن الرب لا يشاء الرفق بمثل هذا الإنسان بل يحتدم غضبه وغيرته عليه فتنزل به اللعنات المدونة في هذا الكتاب ويحو اسمه من تحت السماء ياريت ما بتجيب لعنات على حالك بتصرفاتك بحسب الجسد ولكن كل يوم تقرر وتاخد قرار بحياتك أنك تعيش بالإيمان أمين أمين بدأي لك أنه أنت اللي من تأتي للمسيح تزول اللعنة لأنه المسيح مات صار لعنة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ولكي نرث نحن شو بركة إبراهيم اللي هي الحياة الطويلة وحاجاتنا البحبوحة كمان والعمر المديد بدأي لك كمان أنه الله قال بده يعمل معك أشياء جديدة قال تقدسوا لأنه غدا سيصنع الرب في وسطكم شو عجائب يعني فيه كل يوم بكرة وبعض بكرة وبعض وبعض الله بدي يعمل معنا عجائب البدء لك من العجائب بدي يعملها سيقصر الأزمين والأوقات يمكن أنت ناطرة شخص أو معاملة بتقول بده سنين الرب سيقصرها يمكن أنت لحد طبيب قالك بدك تشفى ما بعرف قديش وقت بدك تروح على التمارين الفيزيائية لجسمك ستة شهور الرب بيشفيك بجمعة يما الناس شهدوا هيك البدء لك مرة كنت عم صلي لشخص أجره أقصر من أجر بهالأد يمكن شي 15 سنتي صليت له وهو من حزيرة غير مسيحية والنتيجة ورحت بعد سنة تقريبا رحت شفتوا عبليه بالصباط عادي قلت له قريب قريب بس أعطوني الميكروفون طلعت فيه أنا أكثر واحد اندهش قلت له قريب 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 قلت له خبرني شو صار معك قال لي أسيس أنا عملت عملية لأطبق قالولي بدي سنتين لحتى تطول إجري طولة إجري بستة جور فالله سيقصر الأزمين والأوقات حتى يجلب إليك بركات بسرعة لأنه عارف صبرك ما بيخليك تتحمل أكثر ما تستطيع ولكن هو يجعل مع التجربة المفز أمين فكرمل هيك عيش بنضوج أمين نضوج الإيمان أمين أنه ما بقى تستسلم لمشاعرك تستسلم لأنا اليوم حاسس تحت اليوم حاسس فوق قرر أخذ قرار وعيش بنضوج وصبر تصبر اللي عمل الله في حياتك لأنه عملك أنت لما أنت بدك تلقى تشتغله وتشتغله لحالك وتحلى لحالك للقصة لمشاكلك بتخربها أمين لكن أصبر للرب أمين وسلم أمرك للرب وهو يجري أمين خلينا نصلي لك هلأ إذا أنت مريض أو إذا عندك أي احتياج إذا بتقلي ضايع أنا متألم خلينا نصلي وإذا أنت مؤمن المؤمنين معنا خلينا نصلي بنا نصلي لأمتنا كمان ولبلادنا خلينا نصلي سوا قضيهم بكلمة سريعة كارلا أمين يا رب أنا أصلي لكل اللي عم بيسمعنا بهذا الوقت أنه تلمسوا أمين لمسة ندوج لمسة إيمان أمين لمسة شافية من عندك يا رب أنت يا رب كل شي بتدقره يا رب يزدهر أمين بإسم يسوع أنت تعيد له البصر لفقد البصر بعين تعيد له إيها البصر بعينه اليمنى لأنه أنت تفتح عين العمي أنت قلت كمان وعدت أنه تطهر البورس بإسم يسوع وقلت لنا أنه قيم موتا نصلي أن تحقق هالمواعيد بإسم يسوع ونصلي أنه تبارك كل شخص فينا وتبارك أمتنا قال له يا رب بارك بلدي قول بلدك شو هو أمين قال له بارك البلاد لأنا بحمل جنسيتها والبلاد اللي بقيم فيها كمان آمين بإسم يسوع أذكرها يرى منتفق ببركتك على كل أمتنا على كل البلاد اللي يصل إليها البس بارك كل مؤمن بيتابعنا كل شخص بيتابعنا أعطل جميع سعر اللوبون عظم عملك مع الجميع بنشكرك لأنك فرحت قلوبنا وجعلت فرح المسيح كاملا بحياة كل واحد منا وجعلتنا أن نعيش فيك اليوم بحسب الإيمان اليومي بانتصار وبمجد وبنعمة من عندك آمين بدنا نتابع الحديث ولكن بعض الفاصل خليكم معنا متغيروا المحطة مفضل 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 الله شو هي الأسرار اللي بتخليك تتمتع بنعم الله بتلاقي ناس بتتعب بتتعب ما بتلاقي شيء ما بتحصل على شيء وناس على الهين بتقول ناس هو اللي بيجي وانا الأمور على الهين في ناس تعلمت كيف تتمتع ببركة الله متى حتى بين الأولاد بتلاقي إنه بشكل عام الولد الأصغر بياخد حصة أحسن بالبيت هيدا طبيعي لأنه بيذكر بيه وأمه بشبابهم إنه هن آخر ولد كان عندهم ونحن باللبنان منقول آخر العنقود يا سكر معقود ويا أحلى ما في الوجود بأنه هيدا شيء غلط بس بي تلاقي ناس إنه ينعم على الصغير مثلا منشوف إنه يوسف بيه أنعم عليه لأنه من ابنه الصغير فالنتيجة راح أمله قميس سبب له مشاكل راح وغاروا إخواته منه وجربوا يقتلوا وبعدين بعوا عبد كان ضمن خطة الله قال لهم أنتم قصدتوا به شررا والرب قصدوا به خيرا هو تعلم إنه مهما كانت الظروف إنه يكون في المكان اللي الرب يريده فيه تعلم إنه يخاف الله فتمتع بالنعم فإذا أنت بتقلي خرجت من المكان اللي الرب بده إياك تكون فيه رجع مثلا مشوفوا الإبن الضال كان عايش بناعيم مع بيه وأمه وعديش الولاد كمان يبقوا عايشين مع أهليهم أوه يا لطيف وكذا بس بيجرر شو بدنا نترك ما بدنا يخي يخليك إلى إنه الربي إليك ترك لا خلاص أنا كبرت وأنا جربتها كمان على أيام الدراسة أخذت غرفة ببيت الطلاب وبدأ عيش لحالي بس بقعد بالغرفة لحالي يا عمي أنا لحالي وأهلي هلأ عنده مبسوطين وعم بيأكلوا ويشربوا والعالم رايح على عنا وجي وأنا عايش حالي معزول بس الأبن الضال مثلا من شوفه أخذ قال له لبيه أعطني القسم الذي يسيبني من المراس البي أنعم عليها قال أنت ما بتحب تكون تحت صلطة الله معك تفضل والنتيجة فيه عمر معين إذا أنت ناضج وإذا أنت ما بدك تطيع بيك وإمك لعايش تحت سقفهم فيك تفل فيك تفل يمكن هن بيساعدوك تفل إحنا زائد هيدا الشي بيسهل أنه تكون أنت مبسوط ولكن الراح وبذر ميله بعايش مصرف إلى آخره وبعدين صار يحتاج ورجع تذكر أنه ببيت بيه فيه نعم أكتر بكتير منه قال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا قال أقوم وأرجع إلى أبي هو رجع الأبن الضال إلى بيه مش لأنه بحب بيه لأنه أناني لأنه جاع بينما البي هو أنعم على ابنه أحبه لكونه ابنه قال لي من شيفه من بعيد قال مع أنه هو أرجع بدي يقول له لبيه قال له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أضع لك ابنا اجعلني كأحد أجراك أوكي قال له لكن البي أنعم عليه شفق عليه من بعيد تحنن ركض ووقع على عنقه وقبله قال له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد اجعلني أطشوا البي قال له هاتوا الحلة الأولى ولبسوا إياها وضعوا خاتم في إيده وحزاء جديد غيروا له شكله إلى آخر وجيبوا العزل المسمى خلينا ندبحه لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ظالم فوجد فابتدأوا يفرحون عفوا فالما بترجع أنت إلى مكان النعمة اللي الرب بدو إياك فيكون فيها هتلاح عليك فرحان في ناس بيتركوا الخدمة رب يدعيك إلى الخدمة بقول أنا ما حدا عم بيدعمني ما حدا عم بيوقف معي ما حدا كذا بس إذا أنت الرب بدو إياك بالخدمة ما تترك الخدمة في ناس بيقولك أنا مهندس وخادم بدي أرجع للهندسة أنا مستشار مالي بدو إرجع للأمور المالية أنا طبيب بدو إرجع للطب قالوا لك إذا بترجع بتقع حالك خسرت النعمة خسرت الفرح خسرت تأثيرك أمين ما عابل لك أنه ما تعمل لتنين بس ترك الخدمة وترك اللي الرب طلبه والمكان اللي قال لك أنه تكون فيه حيسبب لك متاعب إلك ولعائلتك فإذا بتقل لي أنا ما عابل نعم الله علي بشي إذا عندك مرة بتحبك مرة حلوة بتهتم فيك بتطبخ لك حلو بتحكيك كلام حلو هيدا نعمة من الله إذا عندك ولد صحتهم جيدة مثل عم بيحكي بالمزمور 128 قال لأنك تأكل تعب يديك الناس ما بتسرق لك وشو كمين قالتوا باك وخير إلك أمرتك مثل كرمة مصمرة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك قال ولدك اللي بيكونوا حلوين وصحتهم منيحة هيدا نعمة من الله الله أنعم عليك ما تقول يا الله ما عم بيعمل شي منيح معي كل يوم أنت بتوع وكل يوم بتقوم وما بتلاقي حالك منك ضمن الأموات هيدا نعمة من نعمة الله لأنه في أكتر من 144 ألف شخص كل يوم بيموتوا أكتر من 144 ألف فأنت منك من ضمنهم هيدا نعمة قال لأنه من مراحم الرب من أحسنات الرب إننا نلم نفسنا لأن مرحمها ولا تزول جديدة في كل صباح كثيرة أمينتو فالله عم بينعم عليك أمين شي آخر إذا أنت بتعمله إذا أنت بتقرر إنه تشتغل شو ما بدك تعمله كما للرب وليس للناس الرب يعطيك نعمة لمن أنت ليش ناش مثلا بتشوف محلين بيعملوا نفس الشي واحد عنده عجقة والناس عم تركض عليه هيك والتاني مثل ما يقول عم بيكش دبان ليه بيقول هيدا باب رزق يا خي ما كمان في شي إنه هيدا الزلمة لسانه حلو بيعرف يحكي بيعامل للناس بشكل أحسن بقدم لهم خدمات أحسن أنا دايما في محلين أكل حد بل المطعمين بلزق بانوا واحد لعجقة لبرة واقفة بالدور متكأنه عم تاخد إعاشة والتاني ما عنده شي يا خي ما هيدا بيعمل الأكل بطريقة بيتي بيحب الشغل من قلبه بيضحة لمن أنت بتقرر إنه تعمل الأمور كما للرب ومش للناس بتلاقي الرب أنا عم عليك يما ناس بتعمل حتى شغلة عند العالم بتعملوا بطريقة غلط بمعنى قال مثلا قال هيدا بيحبوا يضيعوا الوقت بالشغل يا خي مش هيك بقول الرب قال أنت مش عم تشتغل بس تتقبض مع عاشك أنت عم تشتغل بتتفيده لرب العمل وتتحلله مشاكله وحتى هو بناء على حل هالمشاكل اللي أنت عم تقوم فيها بتكافأ عليها مثلا واحد قال إجا مدير الشركة شايف واحد قال له أنت إلك زمان بتشتغل هون قال لا بس هلأ اسمعت خطواتك جايين إنه كان كل الوقت عم بيلعب قال المسمع خطواته وجاي بلش يشتغل قال لا لا خلينا نشتغل نحنا كنا وصغار كمير نشتغل بأمور نشوف أصحابنا عم بيلعبوا يقولون نوقف وقف نوقف قال عم نلعب شو خلص هلأ راح هيدا المرائب بس يرجع يجي كل الشغيلة بو 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 كل العالم عم تشتغل مظبوط قال بليك الراب قال أنت بدك تخدم بدك الله ينعم عليك بدك تخدم قال من كل قلبك قال لأنه كل واحد عم بيعمل أي عمل بيقوم فيه هو للرب مش للإنسان أمين فأنت اللي عم بتقوم فيه إذا بتشتغل من كل قلبك بتلاقي حالك رب أنعم عليك بنخلل رب العمل بيقول الكتاب أرأيت رجلا ناجحا في عمله قال يعني هيدا بيشتغل بجدية وبنشاط قال هيدا حينجح قال هيدا لكن شو الله ينعم عليه شو قال أمام الملوك يقف هيدا لا أمام الرعاع الشخص الناجح والشاطر ما بيقف أمام ميم ما كان بيقف أمام الملوك أمين فخلينا ننتبه لهيدا الأمر أمين خلينا أنه يكون عنا كل همنا أنه نعمل مشيئة الله نساعد الآخرين نشتغل كما أنه نحن بدنا رب العمل ينجح ويزدهر ولمن أنت بتزرع هيدا الشي بتحصته أمين يعني كمان لحتى الله ينعم عليك قال تحب قريبك كنفسك لمن أنت بتحب قريبك بتلاقي الله أنعم عليك لمن بتسامح قريبك وبتسامح حالك الله ينعم عليك جيت لعندي أمرأة المهم عندك مشاكل هي وجوزة تاركة وعندها ولدين قالت له أنت سمحتي لجوزي قال سمحته قالك الله يقصف عمره وهيدا خراب لحياتي أنا بدي سامحه وقالك أنا بصلي الله ياخده ويريحني منه وإن شاء الله يموت بصلي له كل يوم إن شاء الله يموت قالت له بتعرفي ليه ما مال قالت لي ليه قالت لي لألك شي قالت لي قد ما صليت عمل حادث كان ميت فيت على عينيه الفئة بس ما مات قلت له بتعرفي ليه ما مات قالت لي ليه قلت له أما سمحتي قال إذا هيك بسامحه ما بده تخلص منه بأي سبب المهم قلت له صلي قلت له يا رب أنا بسامحه ولجوزة صليت يا رب أنا بسامحه وما بدي شي منه بلجت تبكي 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 وربال لمسه الرب وقامت قال عن جاد شو رتحت لمن أنت ما بتسامح بتلاقي عليك هموم ومشاكل قال مشان هيك نحن علمنا المسيحة الأخفر لنا ذنوبنا وخطيانا كما نحن نخفر لمن أخطأ وأساء إلينا لما أنت بتبلش تسامح بتلاقي الله أنعم عليك لما بيجو بيسرقوا منك شي قابلين سلب أموالكم بفرح ليه قال لأن عالمين أنه لكم مال في السماويات وأفضل لأنه كل مرة إبليس بيسلب منك مشبور يرد سبعة أضعاف وملايين المضعاف حدا بيسرقوا له مصرياته وبينبسط قالوا لك أوكي بدك تسرق لي ما أنت حتعود لأنه إبليس بده يرد المسلوب مش حيرده مرة واثنين حيرده أكتر بكتير أمين فخلي نمط حياتنا أنه يكون نتمنى الخير للآخرين نتمنى البركات للآخرين نتمنى حتى أنا بتحفقية مشو بصلي يقول يا رب أعدائي اللي بيكرهون ببركم بنفس البركات اللي بطلبها إلي نفس البركات اللي بصليها لولادي أنعم عليهم بنفس الشي يا رب ولكن إذا بديدلهم يتعبوني أنت زيحهم من طريقه تدخل فيهم زيحهم من طريقه يا رب لأنه المسيح قال مش بس نحب المنحبنا قال إن كنتوا بتحبوا اللي بتحبوه وبتنعموا على الناس اللي بتحبوكم بتحبوكم وبتحبوها قال أيفاضل لكم قال أليس العشرون يفعلون ذلك قال شو قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم وصلوا من أجل الذين يصيقون إليكم ويتطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذين في السماوات بيجي واحد يأخذ شغلة منك قال من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك قال بدي يأخذ شغلة من تيبك قال فترك له الرداء اللي روح أنا بباركك هيدا زرع أنا بحظه من الرب والرب يعطيني مئة ضعف عامل الناس بحقياتك خلي حياتك ونمط حياتك مع الآخرين إنه لمن بيشوفوك يشوفوا نعمة الله فيك يبين على وجهك إنه في نعمة الله عم تشتغل بحياتك وإنه أنت عم بتفرجيه النعمة قدش ناس بيحكوني عن النعمة 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 بس بيعاملوا كل الناس بناموس إلا هنه بيعاملوا حالهم وولادهم بالنعمة قال لا لأ خلينا نعامل الكل بالنعمة ننعم على الجميع أمين وكمان اتجاه قلبك لمن أنت حدا ينعم عليك ويحسن إليك بشي ما يكون إنه ردت فعلك إنه أنا ما حدا أحسن حالي أنا عملت حالي بحالي وأنا 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 لا لا أعترف بجميع الآخرين كون ممنون للآخرين اللي ساعدوك أكرمهم من الرب بباركك باركهم كمان بدك الله كمان ينعم عليك أتفع عشورك وتقديمتك الله يفتح السماء أجربوني إن كنت أخذك عليكم أفتح السماء وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع قال إذا أنت في ناس بتآمن بهذه المبادئ وبتطبقها وفي ناس ما بتآمن ولكن اللي يزرع من عشوره وتقديماته بتلاقيه عم بيتبارك الله عم بينعم عليه لأنه هيدا مبدأ من المبادئ للرب حتى الرب بتأمل إنه هالكلمة أثرت فيك عيش بالنعمة ما تعيش بالنموس حتى مهما كانت الظروف ظلك شاكر في كل حين فالله عندما يراك شاكر يغير كل أوضاعك لحظاتكم منتابع خليكم معنا ما تغيروا المحطة من فضلكم موسيقى علو ريات المصر هاللويا قنو بمجد الإله قد قام غاليبا هاللويا ساحاك الأداء علو ريات المصر هاللويا قنو بمجد الإله قد قام غاليبا هاللويا ساحاك الأداء علو ريات المصر هاللويا قنو بمجد الإله موسيقى جزيزي عشر قنو بمجد الإله المصر علو ريات المصر هاللويا أن عeast قنو بمجد الإله قد قام غاليبا هاللويا ساحق الأعداء علوا رأيات النصر هالله يا فلنو بمجدين قد قام غاليبا هالله يا ساحق الأعداء ساحق الأعداء علوا رأيات النصر هالله يا فلنو بمجدين قد قام غاليبا ساحق الأعداء هالله يا فلنو بمجدين فلنو بمجدين ساحق الأعداء ساحق الأعداء ساحق الأعداء مستمعي العزيز ومشاهدي العزيز مستمعاتي العزيزة ومشاهدتي العزيزة كل اللي عم يتابعونا بالتلفزيون أو بالإنترنت منصلي أنه أنتو تكونوا تمتعتوا بهالكلمة وبهالوقت اللي مضيتني نحن معكم نحن تمتعنا كتير أنه دخلنا إلى بيوتكن وشاركناكن بمحبة الرب بدك تقيلهم شيء قبل ما نختم الحلقة ياريت ما تزعل بسرعة ياريت ما يجي كبرياءك بسرعة ياريت تحارب هذه الصفات اللي بحسب الجسد وتفرح بالرب تعرف لما أنا كنت قبل أقرأ كلمة إفرحوا بالرب وإفرحوا كل حين أفكر أنه شو جنون يعني كل واحد بدك بس يفرح بس إذا الواحد تأمل شو الرب بدي يعمله بحياته بالإيمان بيفرح بيمبسط لأنه الرب محضر لنا أمور عظيمة لحياة كل واحد لألك كمان اللي أنت عم تسمعني ولأليك كمان اللي أنت عم تسمعين ففرحي بالرب أمين الفرح بيبدأ بكبول المسيح مخلص بولوس الرسول كتب من سجن فليبي إفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا إفرحوا من قلب السجن فالبدأ لك لأنه من الله يدخل حياتك يجعل جنة رأيها بقى المسيح مخلص خد حيات أبدية صلي معي هلأ ردي دورا كارلا كمان قال له يا راب أنا خاطئ أنا بتوب عن كل خطيئ طاهرني بدم المسيح ومنحني حياة أبدية الآن أنا بعلن المسيح ربي وإلهي ومخلصي شخصي بشكرك لأنك خلصتني باسم المسيح آمين يا رب سبب تكلمين طلبك الآن باسمي سوع ونميهم فيك وحفظهم الغير عاثرين إلى يوم مجيئك ونشكرك لأنك استجد نحن سررنا شراك نيك بهالكلمة خبرنا إذا صليتها الصلاة كتبنا تصل فينا في العنوين قلنا تنفرح معك لأن السماء تفرح بقاتل واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى طوبة حتى نلتقي بالحلقة الجديدة من برنامج الإيمان اليومي لك مني أسيس إلي كرم ومن زوجتي كارلا كرم كل الأمانة الحلوة ربي بارككم رب معكم جميعا صلونا وإنتوا بسلاتنا باي اشتركوا في القناة